لقاء بدى عاديا وتفاقديا لجلالة الملك مع كبار ضباط القوات المسلحة أثناء زيارته إلى بعض الكتائب العسكرية ولكنه حمل في مضمونه تصريحات ربما هي الأقوى لجلالته بوضوحها وحزمها بحسب ما قرأه المراقبون من تلك التصريحات التي جاء بعضها للمرة الأولى على لسان جلالته جلالته لخص الأزمة في البلاد وحلها أيضا بجملة من النقاط وجهها للجهات المعنية فيها بشكل مباشر وبدأ بالحكومة بعد إظهار جلالته تخبط سياستها طوال الفترة الماضية بتوجيهها إلى تبني إجراءات من شأنها حماية الطبقة المتوسطة والفقراء لإدراكه مدى أهمية هذه الطبقتان لاستمرار دوران العجلة الاقتصادية في البلاد نحكي على التحديات اللي أمام بلدنا وكمان نهني الجيش على موضوع الإسكان فتحنا آخر جزء من الإسكان الأميرة السلمة وفي خطة أكيد أنتم بالصورة على مستوى المملكة نعمل إسكان من الشمال للجلود حتى من موفر بكل المحافظات وكمان إذا في مراكز للمعسكرات كمان نعمل إسكان وظيفة حتى من خفف عليكم ليست المرة الأولى التي يتحدث بها جلالة الملك عن تداعيات اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني ولكن هذه المرة جاءت تصريحات جلالته مختلفة وتهديدية أكثر منها مطلبية فقد قالها صراحة بأن الأردن يعاني حاليا من تقصير العالم معه فيما يتعلق بالدعم المالي الكافي لتمكينه من الإنفاق على اللاجئين السوريين إن كانوا داخل المخيمات أو خارجها كنت بأمريكا سياسيا وظلنا منيح أنا شفت كثير من الدول هناك أهم شي حدودنا مع سوريا التعاون بين الأمريكان والأردنين والروس حتى نحمي حدودنا كل سنة ربع من موازنة الدولة بتروح للاجئين وين في دورة بالعالم بيأخذوا ربع من الموازنة لموضوع زي هيك والعالم قصرين معنا بدناش إنه 2018 يكون أصعب من 2017 لكن الخط الأحمر بالنسبة لي حماية قوات المسلحة بدناش أي برنامج يتأثر عليكم وعلى المتفاعدين أهم شي الفقرة والطبق الوسطى بين تلك التصريحات والتوجيهات والإعازات الملكية المباشرة وبين أداء حكومي مغاير تماما يقف المواطن باحثا عن مبررات الحكومات المتعاقبة لعدم ترجمة وتنفيذ تلك الأوامر على أرض الواقع محمد عدنان قناة الأردن اليوم